موسيقى 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 بحديث الفيديو سأفعل هذا المكياج العربي منزلت تقريبا من فترة فيديو على الانستغرام عن هذا الميك اب وكلكم قلتولي مايه بليز عمل ليه بليز عملت لكم يجب ان تعرفوا كيف أعملوا بليس كيب واشيق موسيقى أولا سأبدأ بالميك اب فوريفر step 1 equalizer primer يلي هو nourishing primer لأنه يكتر تعبين وبدو شوية تغذية وعم استعمل ميك اب فوريفر brush حتى حطه موسيقى سأنتقل ال matifying primer يلي هو برقم واحد بميك اب فوريفر لأنه يجب ان تكون صاير دهني اليوم لذا احتاج شيئا يجب ان يكون مات موسيقى هلا صر وقت الفاونديشن وحاستعمل ماء كستوديو سكالب برقم NC25 عم استعمل مورفي فاونديشن brush لو ازعوه بعدين برجع بقطع بال real technique مبلندر وبعمل تابين عكل وشي اللي حتى عطي الفلوز finish كميلا اعمل كنتورنج حاستعمل جورجو ارماني اللي من السلوك فاونديشن برقم 9 وبالفلات سايد من هادي البيوتي بلندر انه ليس بيوتي بلندر انه تكنيك بعمل بعمل بلندنج لالكونتور يعني لالفاونديشن الغامق اللي حتى يعطي انه عندي كونتور طبيعي بوشة اي لاوه هادي الفاونديشن اللي هو اللو من السلك فزيع شو فلاولس وفزيع شو حلو بطلع الوش وبالتصوير كتير منصحكم انكم نجيبوا هالفاونديشن it's like my favorite foundation هلا وبنسبة الكنسيلور فاستعمل الماك Pro Long Concealer بالرقم NW 15 اعم ازعب هادي الفلات ميك اف فور افر فاونديشن برش اكيد برجع بتبطيب عليه بالبليتي بلندر لاثبت كل شي انفيزيبل باودر من ماك احبلش بالاي برايمر هلا وازعوه على كل الجرفن بتعرفوا اكيد my favorite eye primer هو من ميك اف فور افر ولحواج بحاستعمل الانستازيا بيفرلي هيلز باللون شاكلت تحبب هاللوك تكونو حواج بشوية فتحين لايك عم بستعمل لون شاكلت بالعادة بستعمل dark brown بالنسبة الايشادوز بهذا اللوك هستعمل اكتر شي الانجلوت ايشادوز وحاقواش هاخد بهذا البلندنج برش الرفيعة اللون 337 من انجلوت ووزوه على عظمة العين برجع بسمال شايدر برش من مورفي بوزوه على الجرفة تحتاني كما اعطي غمق العيني بهذا البلندنج برش من مورفي هحط اللون البن الغامئ على كسرة العين بس من الجهة البرانية يعني على الكريس على الاوتر كريس وبرجع بعمل البلندنج للون البن الغامئ باول برش استعملته يلي هي ما بعرفش اسمه صراحة ومن ميتمت بالت بياخد هاد اللونين الابيض والاصفر بفلات برش وبحطهن على الجفن بطريقة الطبطب يعني التابنج حتى يكون اللون يعني حتى يخد اقوى لون ممكن من هيدا اللون ونفس الشي تحت الحاجب وبرجع بالميكا فورايفر برش بعمل بلندنج بسيط حتى ما يكون فيه تمييز بالقلوين يعني حتى فوت القلوين شوي ببعضه بشكل نظيف بأول برش استعملت اللي هي ما بعرف شو اسمه بيخد هذا اللون شوي على محمر بني محمر وبحطه بشكل خفيف على عدمة العين اللي حتى يعطي لون او حركة لهيدا الميكاب وبرجع بيخد شوية كنسيلر وبيخد فلات برش فلات كنسيلر برش من سليك ومنظف الطرف البراني من عيني وبعمل بشكل شحطة هيدا الشي بيساعدني حتى ارسم الايلينر بشكل اسهل واعرف وين بدي اخلص بالايلينر بالنسبة للايلينر فجربت هيدا اللاينر من لوريال اسمه سوبر لينر اتس اميزين واخصا للمبلدين لانه ريشي سابتي ورفيعة سو بيرفكت حتى ترسموا فيها الايلينر تبعكن وواحق استعملوا اليوم عكيد متل ما كون شايفين ببلش من بره بعدا ما انتقل شوية وبرجع فتح عيني وبطلع على المري وبرسم اول خط بالعيني الخط اللي بدي يطلع على دمعة العين من جوة وبرجع شوية لتحت وبرجع بكمله مع خط الرمش التحتاني منه صعب بده شوية تدريب بس كتير هينصدقوني وبرجع بيخد كحلة اسود من انجلود وحطه بالعيني بستعمل هلأ البنسل سمول برش من مورفي وبيخد اللون المحمر وبيخلطه مع اللون البدن الغامة وبيخلط فيه مش بخلطي يعني بدمش فيه هادا الكحلة اللي اختته تحت بيعطي متل كأنه في تدرج بالالوان من الغامة الى الافتح متل ما نكون شايفين وبيجرع بزيد من اللون البن المحمر كمان اللي يعطي عبق اكتر لعيني ويبرز للون البن بعيوني اخر شي بيقطع بانجل برش من ماك رفيعة كتير وبيخد اللون الاسود وبحضق فيه خط الرمش وكمان بمشي فيه لقدام حتى اعمل هادي الكسرة يلي هي تحت مدمع العين هادي الكسرة بتعطيني مكبر العيني وحرقك احلى لهذا الميكوب متل ما نكون شايفين كلمل اضمن انه الخط اللي على دمعة العين اللي ارسمته اول شي ما يتحرك من محله بيخد نفس الكحلة اسود من انجلوت لانه ووتر بروف ما فيش يبزحه بنفس الرشي اللي رفيعة وبرجع بطبط بفوق الايلانر اللي ارسمته هيك بضمن انه اتس ووتر بروف وما حيصل له شي او فينا سمبلي من الاول استعمل ووتر بروف ايلانر بيخد نفس الرشي رفيعة كتير ولون ذهبه فاتح او بالاحرى فرده ذهبه من انجلوت وبحطه على مدمع العين بين الايلانر وبين الخط اللي ارسمته وكمان فوق الايلانر شوي وبنسبة للاشز فحاس تعمل هذه اللاشزة اللي سوبر رخاصة اللي بنحققن 2 دولار وكتير منح اكتشلي وهن بالرقم سي برجع بيخد البانانا بابدر من انستاذة بفرلي هيلز وبفتح المناطق اللي بديها تبرز بالوش وبنسبة للكونتوريك فحاس تعمل انتظر لديه اللون 158 انتظر للكنتوريك فتح ايضا ونستعمل فون من انستاذة بفرلي هيلز ونفس الشيعة من خاري حد المناطق اللي بديها او بدي خبيه بمخاري وبنسبة للكنتوريك فحاس تعمل هذا اللون من انجلوت بحب هذا اللون لانه بيلبق على كل اللوان وأنوائي على الماكياج لهيك اسمي فايفوري والهايلايتر اكيد من ماك لانو اتس بيرفكت وبيعطي الجيرفر لوبز غلو الماسكرا اكيد من لوريال فوليوم ريون دستيل والبلينر من ماك بالرقم صور او باللون صور وحق اطع فوق وبيلبس تكمث من ماك وبيريشي بدمجو مع بعض ونسبة كل شي حق استعمل ميكا فوريفور فيكس وهيك مخلصنا ميكاب اليوم هذا! ا انا لم على حكوث تكون شريطة النار من سبيل الميكاب اليوم سوف أقوم بعمل لكم ميك اف أقوى و إذا أريد أن أقوم بعمل فيديو أناعم بس نفسي العربي سأقوم بعمل تيطوريال بهذا اللوك بشكل أناعم و نعم، هذا سيتها فيديو اليوم شكراً لكم على المشاهدة اشتركوا في القناة والولياس و اشتركوا في القناة على المشاهدة باي شكراً لكم